أقول لك أنا ذكرت شغلة والله تسبع الولد من زعلانين أقول لك يا فطب الميناء الفهمات إي أحد أنا أمانة الله أحتي أمام الجمهور أنا دا أشوف جيش من يعني جيش من العاملين هذولي ثلاث مشاريع أما المشروع الرابع اللي هو الطريق يبعد مننا تقريباً 15 كيلومتر ويمتد على مسافة 63 كيلومتر والمشروع الرابع الخامس اللي هو يبعد عن 51 كيلومتر اللي هو مشروع النفق ذاكا واحدة هو عبارة عن جيش متكامل بغض النظر عن الطريق اللي واصلين ذاكا ما شايفاً من تشوفها كل شخص أخذ لزيارة ذاك المشروع أقول له لا تنصدم لأن حجم العمل مهول جداً والمشروع كبير وذيرهيوج زين أقول لك أنا من إي جيت أنا والشباب من إي جينا دقيت جينا بتريلات يعني على مدى أكثر من كيلومتر أكثر لازمة سرة هاي انتو شون تقدرون تأمنوها زيال الطرق يعني تكفي عم بحاجة أن تفتحوا طرق جديدة بالنسبة للطرق لمدينة البصرة هي أيضاً لا تكفي واحدة من المعوقات التي نواجهها بعام النري هذا سبب فتحنا طريق ساحلي والطريق استراتيجي للنفط أمام حركة الشاحنات من باب زيادة فيه كميات لأنني بالسيارة اطرحت على جنابك الأرقام اللي خاصة بمادة السوب بيس يجب أن تتهيأ أو تتوفر يعني بحدود الـ 15 مليون طن فقط لساحة الحاويات مليون طن فقط للدايكات الخاصة بعمليات الحفر أو ترسيب المياه 15 مليون طن 15 مليون متر مكعب والمتر المكعب بالنسبة لمادة السوب بيس أعلى 1.8 على ما أتذكر هذا الرقم عندك طريق واحدة تقريباً 2 أو 3 مليون أيضاً متر مكعب من مادة السوب بيس هذه كلها لازم تدخل تباعاً إلى المشروع نحن في نيتنا لو كان هناك توسع منظور أو بالمستوى الأيام القليلة القادمة فيه قرار حكومي بتوسع مشروع ميناء الفاو راح نلجأ إلى فتح طريق ونصب جسر في مكان تم تحديده ورسم السياسة الكاملة لإنشاء جسر بحيث نخلص مدينة البصرة من حركة هذه الشاحنات اللي هي بحدود ألف شاحنة يومياً من مادة السب بيس فقط تدخل إلى مشروع ميناء الفاو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر